صرحنا كثيرا عن هذا الموضوع وتمت مناقشته من قبل المختصين الانتخابات حقيقة الأول 24 ساعة كانت سلسة واستبشرنا خيرا بعد 24 ساعة تخبط واضح واعلان أكثر من نتائج وإخفاء صناديق يعني كان المفروض أنه العدو الفرز حتى لو بايومتري يتم بالكامل أكثر من 300 محطة لم يتم فرزها وبعدين المفوضية قالوا لا وفرزوا مرة ثانية وصار تضارب بالأرقام وتشكيك واضح وكبير يعني أنا باعتقادي أسوأ انتخابات منذ 2005 إلى الآن لأن ماكو بكل قوانين الانتخابات بدول العالم العدو الفرز يدوي وألكتروني معا لا ألكتروني لا يدوي فهذا الاعتراضات كبيرة والطعون كثيرة عدنا أكثر من 1400 طعن وشكوى ضد نتاج الانتخابات وهذا الرقم ما مسبوق بأي انتخابات بالعالم والله هو يعني المشكلة مو هنا المشكلة أنه هل ستمر النتائج السؤال هل ستمر النتائج هل سيتم تمرير هذه النتائج يعني هاي النتائج راح تكتسب شرعية لو ما تكتسب شرعية يعني أنا أعتقد المشكلة الأساسية التي تسببت بها يعني الانتخابات الأخيرة هي مشكلة البايومتري المشكلة الأساسية هي البايومتري المعترضين طلبهم واضح أنه نريد عدو فرز يدوي شنو المشكلة إذا تم هذا الموضوع ليش ما يعدون يفرزون يدوي شنو يعني ليش الممانعة والعدو الفرز يدوي مو للصناديق يعني يعني بعض الصناديق وترك الآخر عدو فرز يدوي شامل بإشراف من الجميع من الفائزين ومن الخاسرين ومن المتحدة الجميع يشرف ويسوون عدو فرز وينحسم هذا الجدل إذا هم يريدون يحسمون الجدل أما الرفض والاستمرار بالرفض هذا طبعا يثير الريبة والشك هم موضوع تنازل أو متنازل هم المفاوضين نحن طبعا أنا ما أشكك بشخوص الساد القضاة ما أشكك بيهم كأشخاص يعني وبمهنيتهم لكن الموضوع يبدو أنه أكبر حتى من عدهم وأكبر حتى من الكتل السياسية يبدو أنه تدخل خارجي واضح والكثير من المراقبين صرح يعني أعطيك مثال السيد محمود مشهداني فائز بالانتخابات فائز مشارك بالانتخاباته فائز يعني غير متضرر صرح الوسائل الإعلام أنه النتائج تم تغييرها سبرانيا تم تغيير النتائج سبرانيا وهذا تصريح خطير من شخصية سياسية معروفة وفائزة لاحظت أنه هو فائز والمفروض يعني مسترخي وما عد اعتراض وما غير متضرر وصرح هذا التصريح يعني لقناة دجلة أعتقد وتابعوا التصريح فالتصريحات من هذا النوع يعني مو تخلي تشكيك تخلي يقين عندك أنه العملية تمت بطريقة غير سليمة لا أنا مو رأي وأنما أمنية حقيقة نحن نتمنى أنه المكون الشيعي المكون الشيعي يصير عدة كثلة قوية موحدة تجمع كل الأطراف يعني تجمعهم جيوسياسيا مو طائفيا أو تخندق كثلة يعني مكون أو كذا لا الأخوة الأكراد يعني شوف اختلافاتهم والاتهامات المتبادلة بياناتهم وحتى التخوين بياناتهم من تخلص الانتخابات يتجمعون ويجون البغداد بقوة احنا ش نقول احنا نقول احنا المكون الشيعي أعطينا من التضحيات يعني ما لا يحصى أعطينا من التضحيات علماء أنه تم قتلهم آل الحكيم شقد منطين شهداء آل الصدر شقد منطين شهداء احنا كناس يعني كمواطنين اعطينا شهداء بمفخخات الخليج اعطينا شهداء بمقاتلين الحشد ومقاتلين قوات الأمنية وحتى سراي السلام اعطينا كل هذه الخسائر وبعديا الله سبحانه عز وجل يعني يكرمنا بينهلالين بقادة لا أهم لهم إلا التصارع وتبادل التهم نتمنى أنه المكون الشيعي يصير تمثيل بالبرلمان تمثيل قوي مثل ما موجود بالمكون الكردي هاي أمنية يعني متوقع